قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الوسطى يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق في إسرائيل حربها على قطاع غزة مدة شهرين تقريبا مقابل الإفراج عن أكثر من مئة أسير لا تزال تحت جزهم حركة حماس وهو اتفاق يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين أقل المسؤولون للصحيفة أن المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل قدمت في الأيام العشر الأخيرة تجري حولها محادثات في باريس اليوم بين مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين سيكون الاتفاق الذي سيتم توصل إلي أكثر اتساعا في نطاقه من السابق وستشمل المرحلة الأولى منه وقف القتال ثلاثين يوما مقابل إطلاق سراح النساء والمسنين والجرح المحتجزين في حين يزال يتعين التفاوض على عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية